حيفا ولجناب الشيخ ولجناب الأخ الضيف الكريم أعتقد يعني خطابات السيد المالكي هي أس المشكلة دائما خطابات تصعيدية يدفع الشارع إلى الاقتتال حكوماته من أسوأ حكومات اللي حكمت العراق ما بعد 2003 حكومات حكومات فتن بامتياز أعتقد يعني نشوفوا أحلي الأخوة بالأطار حتى نتحدث أنه السيد المالكي يقول نحل مجلس النواب لكن بالأطر القانونية والدستوية وهذا ما تحدث به أيضا سيادة الناس الأطاريون يعني أنا اللي يتحدثلي بالدستور خليه يشوف خطواته أمام عملية الدستور أولا طعنوا بالقضاء اللي يعني مكلفين من قبل الشارع العراقي اللي هم القضاء المفوضية العلية للانتخابات باعتبار أنه السادة يعني أعضاء المفوضية العلية للانتخابات هم قضاءت وأن أعضاء من الإطار التنسيقي بضرس قاطع قالوا بأن هذه الانتخابات انتخابات مزورة وأشاروا بأصابع الانتهام إلى الإمارات والسعودية والصهيونية بالتالي أول من طعن بالقضاء وأول من يعني خون الدستور وخون التحالف الثلاثي وصهينا التحالف الثلاثي هم الإطار يعني الآن يعني بدوا يحنون على الشرعية هذا جانب بالجانب الآخر الشرعية بقصف بيت رئيس الوزراء الشرعية بقصف أربيل الشرعية بيعني يعني اللجوء إلى ضغط على المحكمة الاتحادية وتغيير تفسيراتها هذه الشرعية أنا أعتقد أضحوكة يعني هذا جانب بالجانب الآخر نجي على المواد الدستورية أقرأ كل تصريحات السادة المختصين في مجال القانون في مجال السياسة وضمنها أيضا جزء من الإطار التنسيقي هذا الدستور الموجود بالعراق هو هذا أحد أهداف أو أحد مطالب المظاهرات العراقية بتصحيح الدستور العراقي كيف يمكن تصحيحه؟ هذا الدستور لا يخضع إلى المواد القانونية بل يخضع إلى مزاجات وأهواء الكتل السياسية باعتبار في ليلة وضحها مشعان الجبوري كان صهيونيا وكان إرهابيا وكان من كان مع التحالف الثلاثي وطرد من البرلمان ودبر أمره لسيد مشعان الجبوري واستبعد من البرلمان في نفس الذات ذهب إلى الطرف الثاني اللي هو الإطار التنسيقى والقوى المتحالفة رجع السيد مشعان الجبوري